كما المخابرات المركزية الأمريكية وضعت تركيزها الكامل على العراق وعلى عدد من الدول الأخرى واعتبرت العراق من ضمن هذه الدول الأخرى التي هي طبعاً اليمن وسوريا والصومال بأن هذه الدول هي التي تشكل التهديد الأكبر على القومي للولايات المتحدة الأمريكية وهذه التصريحات التي صدرت يوم أمس هي صدرت من هذه الشخصية المهمة في الولايات المتحدة الأمريكية وهي أفريل هينز وهي مديرة المخابرات المركزية الأمريكية هذه حقيقة أفريل هينز اللي قالت بأن الخطر ليس قادما من أفغانستان أفغانستان لا تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي نهائيا بل إن الخطر يأتي من العراق وتحديدا من تنظيم داعش الإرهابي أي تنامي لتنظيم داعش الإرهابي أو تصاعد في العمليات أو في الإمكانيات فهذا سيشكل خطرا علينا في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى على المستوى السوري وذلك بسبب الأيدولوجية اللي يتبعها تنظيم داعش الإرهابي بأنهم ممكن أن يستقطبون لديهم الأمكانية في استقطاب ناس من أوروبا من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن ينضموا إليهم تحت إطار الخلافة التي عملوا عليها منذ عام 2014 حتى لحظات الانتصار العراقي والانتصار الكامل الذي تحقق على تنظيم داعش الإرهابي والذي هو في مراحل الاكتمال الآن فبالتالي هذا هو الخطر الأكبر وبالتالي هذا يوضح بأنهم يريدون البقاء على المستوى الاستخباري على المستوى العراقي من أجل مراقبة تنظيم داعش الإرهابي وأن استجد الأمر وتصاعد هذا الخطر فهم موجودون للمواجهة على أي مستوى وطبعا تنظيم داعش الإرهابي إذا ما جئنا حقيقة وركزنا على موقع اسمه liveviewmap.com وشفنا طبيعة السيطرة لتنظيم داعش الإرهابي وهل هو فعلا خطر؟ هل هو فعلا مثلما تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا الموقع يوضح الخارطة بهذا الشكل هذا هو الجزء المهم جدا للعراق طبعا جزء من بغداد إلى الشمال اللون الأحمر يوضح سيطرة الحكومة العراقية واللون الأصفر هو يوضح طبعا سيطرة إقليم كردستان وبالتالي المناطق اللي هي باللون الأسود التي نراها بهذا حقيقة بهذه الاتجاهين هي المناطق التي توضح سيطرة تنظيم داعش الإرهابي وأن داعش خطيرا جدا في هاتين النقطتين كذلك إذا رحنا إلى سوريا فسنلاحظ هنا طبعا اللون الأحمر يمثل سيطرة حكومة بشار الأسد واللون الأصفر هو طبعا شرق الفرات سيطرة قوات سوريا أدي مقراطية نلاحظ في اللون الأسود أيضا هذه كلها تمثل مناطق سيطرة تنظيم داعش الإرهابي ونلاحظ يعني من هاتين النقطتين وتحديدا هذه هناك حقيقة قرب لتنظيم داعش الإرهابي من الحدود السورية العراقية بهذا الاتجاه بالتالي داعش لا زال موجودا لا زال ينتظر الفرصة للعودة وبالتالي ولايات المتحدة الأمريكية تجد في ذلك خطرا وحتى على المستوى اليمني والصومالي هم يجدون أيضا تنظيم القاعدة موجودا وحتى على مستوى الصومال نحن نتحدث عن حركة الشباب هنا ولكن المثير في العراق أنه لم تذكر الفصائل المسلحة الموالية لإيران كخطر على الأمن القومي الأمريكي رغم كثرة هجماتها على القوات الأمريكية لم تذكر أبدا على أي هامش وعلى أي طريقة وبالتالي هم مركزين على داعش الإرهابي وإذا ما عدنا إلى أفغانستان هنا لنركز على الأمور التي ذكرها هنا وتحديدا من مديرة المخابرات الأمريكية هي التي قالت هنا بهذا الموضوع بأنه رغم موجود حركة طالبان هناك إمكانية ممكن لتنظيم القاعدة أن يعود وأن يعيد تركيب نفسه وهذا الأمر هما ما متأكدين من عنده ولكن أيضا هناك نوع من القلق لدى الولايات المتحدة من تصاعد داعش خراسان في أفغانستان خاصة وأنهم أطلقوا عددا من السجناء عند تقدم حركة طالبان على الحكومة الأفغانية فممكن جدا لهذا الأمر أن يحدث لذلك أبقى بايدن على الطائرات المسيرة التي تصطاد بين فترة وأخرى قيادات داعش خراسان ولكن الانسحاب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان أفقدهم قضية الاستخبارات والإمكانيات الاستخباراتية اللي ينتيكوها بأفغانستان خاصة وطبيعة الانسحاب اللي صار طبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أفقدهم أيضا الكثير من أصدقائهم من الأفغان اللي ممكن يساعدهم على المستوى الاستخباري فبالتالي عدم موجود قوات أمريكية عدم موجود إمكانية استخبارية عالية كما هو الحال طبعا مع العراق حتى مع تحول القوات الأمريكية إلى قوات استشارية لازالة الإمكانيات الاستخبارية موجودة على أعلى مستوى ولكن المشكلة ورغم هذا التقييم الذي صدر من المخابرات الأمريكية بأنه ليس هناك خطرا من أفغانستان إلا أن هناك خطرا آخرا اللي هي قضية البوفرتي والفقر اللي موجودة في أفغانستان الآن تصنيفات مهمة جدا جاءت من تقارير أممية تتحدث بأن الفقر حاليا هو 72% في أفغانستان وهذا ممكن إذا استمر الوضع على ما هو عليه إلى منتصف عام 2022 ممكن أن يرتفع ويصل إلى مستوى 97% كذلك الاحتياطات الأجنبية لأفغانستان هي لا تكفي إلا فقط لإسبوع واحد يسدون حاجة أفغانستان في إسبوع واحد من طبيعة الواردات المهمة جدا لأفغانستان والتي تعتمد عليها على مستوى النفط على مستوى حقيقة الأمور الحياتية بالنسبة للناس لذلك هذه الظروف وهذه حقيقة الأمور حقيقة بتصعد الأمور المتعلقة في الفقر هذه ممكن تؤثر تماما وتصعد من عملية داعش خرسان وتنظيم القاعدة وطالبان ممكن تفجر حرب أهلية كبيرة جدا إذا لم تتم مساعدة حركة طالبان وهذا قد يفتح الباب لحركة طالبان أن تعترفيها الولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد من أجل أنقاذهم من هذا السيناريو الذي نتحدث عنه طبعا هذا السيناريو وهذا التقرير الذي ذكرته لكم هو قادم من اليو ان دي بي يوم أمس هي التي وضعت هذه الإحصائيات التي ذكرناها بكل تأكيد كذلك يجب أيضا أن نأخذ ما قالته بالضبط حقيقة أفرال هينز بهذا الصدد لكي نطلع على التفصيل الذي ذكر مما حقيقة شرحناه شوف شون اللي قالته فيما يتعلق بالتهديد الحالي من الجماعات الأرهابية لا نعطي الأولوية لأفغانستان ما ننظر إليه هو خطر داعش في العراق واليمن والصومال وسوريا وهنا نرى أكبر تهديد لأمننا المركزي وطبعا بالحديث عن أفغانستان تحديدا وذكر هذه الأمور هناك أيضا أمر آخر صار يوم أمس في قضية الاستجواب التي تمت على طبيعة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والاستجواب طبعا استهدف أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي تحت قبة مجلس النواب الأمريكي من قبل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بكل تأكيد والربوبليكانز الجمهورين ضغطوا كثيرا على أنتوني بلينكين ولكن التفسيرات الأمريكية من أنتوني بلينكين قال بصريح العبارة نحن يعني ورثنا من دونالد ترامب التاريخ فقط تاريخ الانسحاب لم تكن هناك أي خطة موضوعة من إدارة دونالد ترامب في قضية الانسحاب وكيفية الانسحاب وإذا قررنا البقاء في أفغانستان فقد نكون مضطرين لإرسال المزيد من القوات الأمريكية لأننا خالفنا هذه الاتفاقية وبالتالي سيكون هناك خطر كبير على القوات الأمريكية ولم نكن أمام خيار آخر وانسحبنا وكذلك ليس هناك إثبات أنه إذا بقينا في أفغانستان ممكن أن يساعد الحكومة الأفغانية أن تتدارك الأمر وأن تصبح قوية ليس هناك أي إثبات حتى لو بقينا بعد عشرين سنة وبالتالي واضح جدا من التصريحات التي صدرت من المخابرات المركزية الأمريكية بالإضافة إلى أنتوني بلينكين واضح هناك الطوي لصفحة أفغانستان ومحاولة للتركيز على القضية النووية الموجودة طبعا مع إيران وهذه القضية النووية هناك أمر وتطور مثير صار صدر يوم وأمس بتقرير من معحد مهم للغاية وخبراء حل لو ما صدر من الوكالة الدولية على النشاط النووي الإيراني ووجدوا أن إيران على بعد شهر واحد فقط لإمتلاك الإمكانية للحصول طبعا على القنبلة النووية وطبعا هذه الانستيتيوشن حقيقة التي قامت بهذا التقييم هي طبعا حقيقة إنستيتيوت فور ساينس ان انتناشنال سيكوريتي هي التي وضعت كل هذه التحليلات المثيرة يوم أمس وبالتالي هم داردون يركزون والزخم المهم جدا الذي هو طبعا يمتلكوه عن القضية النووية الإيرانية يركزوه الآن ويريدون تفادي قضية أفغانستان وواضح قد يعني هذا فيما بعد بأننا نريد أيضا البقاء في العراق وفيه تبريرات وتفسيرات كثيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر